الآن وصلنا لعند النوع بدي أستعمل أنا bottom زر وليس وليس إيش اللي هو الأزرار الجاهزة حكينا عنها اللي هي زي الreset والsubmit لأ أنا بدي أستعمل input اللي هو نوعه إيش bottom الvalue هذا النص اللي بيظهر على الزر لكن هنا فيه حاجة نسميها on click يعني لما أضغط عليه نفذ الكود هذا هذا عبارة عن كود إيش هذا عبارة عن كود جافا سكريب طبعا هذا مش مطلوب مننا إحنا ولكن بس بدنا نميز إنه كود البطم إيش بيسويه فعاد في الحالة هذه أنا ممكن أكتب كود مختلف هنا يعمل إرسال بيانات يعمل يودي الكود عملية تحقق مثلا من بعض البيانات هل هي صحيحة أو لا يعني هنا بيجي بيقول للوسم اللي هو اسمه البطم يحدد زر يمكنه النقر عليه يعني حيحدد لي زر يمكنه النقر عليه داخل هذا الوسم يمكن وضع المحتوى النص أو الصورة هذا الفرق بينه وبين إيش العنصر الأزرق في البطم هنا اللي هو هذا البطم هذا مختلف عن مين عن الأنواع السابقة اللي احنا شفناها تحت الانبوت بطم لا هنا فيه حاجة ثانية اسمها بطم مش نوعه بطم هذا مثلا لاحظوا كيف هاي اسمه بطم بالطريقة هاي طب هنا شو ممكن أضيف فيه ممكن أجيب صورة أنا صورة زر مثلا على سبيل المثال هاي شو نوعه؟ طبعا أنا بقول لي ممكن أتحدد نوعه انت زر أو رسد أو صبمت لكن أنا لا بدأ أقول له هذا نوع زر ممكن هنا نيجي محدد مثلا أنه تحميل الملف مثلا على سبيل المثال لو يجينا احنا عملنا تحديث للصفحة تبعيتنا لاحظ كيف ظهر هاي وهنا تحميل الملف بالطريقة هاي ممكن بدل كلمة تحميل الملف ايش نحط هنا؟ نحط صورة طلعوا كيف هنا نجيب image طيب خلينا نجيب صورة مثلا يوتيوب موسيقى طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في مكان غلط اشتركوا في الميديا الآن ممكن أحدد أنا الود خليها 20% من حجم الصورة ونشوف لحظوا كيف ظهرت عندي عبارة عن زر بداخله صورة بالطريقة هذه هذه هي الميزة التي أنا ممكن أستعمل فيها البوتون هذه الحالها أستعمل البوتون يا بتكتب نص هنا يا أنا بتضيف صورة image بالطريقة اللي احنا شفناها طبعاً هذا اللي بميز البوتون هذا عني عن الـ input اللي من نوع بوتون هذا ما بقدر أحدد فيه صورة لا خلص بقدر أكتب فيه كتابة فقط واضح؟ الآن هذه هي العناصر الأساسية اللي احنا ممكن نستعملها في إدخال البيانات في الفورم الآن في عندي مجموعة جديدة كمان ظهرت وهي في الـ HTML5 وتقدم لي مميزات كثيرة فيه زي منها للـ color يعني بختار بفتح منها لوحة الألوان فيه للـ date فيه للـ date time فيه للـ email آه، احنا شفنا الـ email قبل شوية هنا يعني مثلاً على سبيل المثال في الـ email هنا هذه كانت عبارة عن input لكن أنا لأ فيه لدينا واحدة تانية اسمها email سأختلف عنها فيه للشهور فيه للأرقام فيه للـ range عشان أختار الرقم فيه للسيرج فيه للتليفون فيه للـ time فيه للـ URL فيه للـ week هذه الأنواع الجديدة كلها فيها مميزات جديدة الشيء عملية تحقق من البيانات يعني الـ email إذا أنت ما كتبتوش صح هيقول لك غلط هذه مطلوب منك تحضرها للمحاضرة القادمة لأنه هذه الأنواع كلها سنأخذها المحاضرة القادمة نمر عليها سريعاً الآن الـ label احنا شفناه كيف نربط الـ label مع الـ input item فيه عندي هنا نوع تاني اللي هو منسميه select ايش هو هذا select هو عبارة عن القائمة المنسدلة نسميها القائمة المنسدلة هذه الـ select هاية شايفين كيف شكلها بدها تظهر عندي بالطريقة هذه هذه العناصر اللي بداخلها ايش بنسميها option الـ option هذه بدها مني قيمتين قيمة تظهر للجمهور وقيمة بدها خزنها في الـ database طيب هاية كيف نظهرها مثلاً نجي نقول مثلاً عن سبيل مثال نيجي في أول الفورد هنا ونعطيها label ونقول مستوى الطالب الدراسي وهنا بداجي أقول له في عندك select ايه الان بقول لي عطي الـ select هذي اسمه مثلاً بدأ قول له student std level ليش؟ عشان يخزنها ويبعط لي الان في داخل الـ select في عندي option ايه ايه الـ option يريده value ما هي القيمة اللي بدنا نخزنها في الـ database مثلاً بدأ قول له الـ 1 يعني المستوى الأول عندي هنا المستوى الثاني اللي هي مثلاً خلينا هذه نظهرها الـ 1 هذه الـ 2 هادي المستوى الثاني مثلاً هاي المستويات اللي موجودة عندنا في الدبلوم خلينا نشوف لاحظ هنا قال لي مستوى الطالب اختار مستوى أول او مستوى ثاني دعنا نختار المستوى الأول ونعمل ارسال في اشتراك لاحظ ما قال لي هنا std هاي std level الواحد لماذا أخذ الواحد؟ لأنه انت حددت القيمة التي سوف تخزن في الـ database هاي اسم المتغير يساوي الواحد الواحد هي هذه القيمة التي سوف أخزنها في الـ database لكن فعلياً ما أظهر للجمهور؟ أظهر له الكلام هذا هو هذا المسميه الـ select ماشي يا جماعة؟ هناك واحدة ثانية يقول لي اعمل تصنيف أكثر للبيانات كيف يعني؟ يقول لي بنا نصنف البيانات عشان تكون أسهل في عملية الاختيار الآن يقول لي مثلا بنا نحدد أنواع السيارات select هاي خلينا نشوفه نأخذ مثال بالطريقة واضح لحد الآن يا شباب؟ هل هناك أي سؤال؟ سوف أكرر هذه أنا بدايجي أحكي نوع أنواع السيارات هنا بدايجي نحكي car car type الآن في أنواع السيارات مثلا بدايجي أحكي أنه هنا في عنا السيارة الألمانية مرسيدس فولفو مثلا BMW طيب هذه بنسميها مرسيدس هذه بنسميها فولفو بدايجي وهذه بنسميها مثلا BMW طيب في عنا سيارات أخرى السيارات اليابانية مثلا ما في عنا هنا؟ Toyota في عنا مثلا المازدا هنا تأخذ حرف T مثلا تخزن وهنا المازدا نخزن الز هذي كيف تظهر عندي أنا في الموقع؟ هيا ظهرت بالطريقة هذي الآن بقولي سأعملي تصنيف للسيارات كيف يعني تصنيف؟ بقولي يقولي هذولا أنواعهم سيارات ألمانية وهذه سيارات إيش؟ يابانية الآن بقولي في عنا حاجة كيف نسميها؟ من يأخذ هذولا كلهم هنا حاجة نسميها option group شايف كيف؟ هذه option group ومنعطيها name هاي يأخذ بقولي في عندك حاجة نسميها option group وبتعطيها label الآن هنا الابل هاي هاي ايش بتقوله؟ الماني يأخذ هنا هذولا option وغروب ستضع هذول جواهم وهنا بتعطيها label label يعني زي اسم أو وياباني طلع كيف هنا أجل لك ألماني هل بتقدر تختار ألماني؟ لا بس مجرد للعلم هذي للتصنيف انه فيه Volvo Mercedes PM الياباني مثلا فيه Toyota فيه مازا واضح جماعة؟ بالطريقة هذة فيه أي سؤال؟ إحنايك تقريبا خلصنا الشابتر هذا اللي هو إيش؟ تبعت الفورم المحاضرة القادمة حنستمر في العناصر الجديدة اللي قدمت لي إياها الاتشتماع الفال آي جماعة مين عنده أي سؤال؟ أي استفسار؟ موسيقى